إحياء أيام العيد لأكثر من 100 ألف عراقي كانت خارج العراق وبمعدل صرف تجاوز المائة مليون دولار أمريكي فبدل أن يحفز العراق السائحين الأجانب إلى أن تهبط طائراتهم في المطارات العراقية يتوجه أغلب العراقيين إلى مطارات دول أخرى إسألني على مئات وآلاف المواقع الأثرية في العراق كلها كلها للأسف تعاني الإهمال إسألني على القصر العباسي اللي هو بمركز بغداد تصور أنت قصر لقصور بني العباس ناصر اللي دين الله العباسي بناه موجود قرب بيت الحكمة هنا أنا في الميدان مطقت الميدان تعرف شنه الرياضة الإسلامية لبيه تعرف الروادة اللي يدخلون إلى يد عددهم تصور بالآلاف الله وكيلك مين عندهم غير علي صابع اثنين ثلاثة تعرف القصر العباسي الباب مات الخارجية حاطي لها يدها صينية هم العشر تلاب دينار وأنت بصفكم من ميدان السوق هراج بالإمكان يجيب لها يد قديمة حتى لو تعرضي لها نهب الأمر يعود وبحسب المواطنين إلى الإهمال الكبير الذي ضال المرافق السياحية الأثرية في العراق وعدم توفير الخدمات لها وقلة الأماكن الترفيهية والأبنية الحديثة التي تستقطب السائحين إلى البلد طبعا إحنا اليوم كشباب إذا نريد نسافر أو نطلع المكان أول شغلة نفكر بها شو رحنا نصدل على هذا المكان أي شي مرافق سياحية أو مكانات أي شاب يحب يروح لها فلازم تتوفر لها الوسائل الترفيه إذا واحد يأخذ عائلته الحديقة فهن الحدائق كلهم كسرة وأي شي وسائل ترفيهية للأطوال ماكو العراق أحق من غيره في سياحة تعتمد على الإرث التاريخي بحسب مختصين مؤكدين على أن الأماكن الأثرية لا تحتاج إلى لاهتمام بسيط من بغداد محمد فراس قناة التغيير